السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم رياضيات للصف الثالث متوسط اليوم عندي الاختبار القبلي هذه الورقة انا ما شرحتها ورادوها من عندي صفحة خمسة ورح ناخد جزء من عدها بخاطر لايصير الفيديو طويل يقول صنف العدد من حيث كونه عدداً نسبياً او غير نسبي يعني شن الاعداد النسبية وشن الاعداد الغير النسبية عدي اول مرة جذر الخمسة وعشرين خلينا اقولكم شن تفرقون بين العدد النسبي والغير النسبية يعني الان اعجاب الجذر هو زواه نذهب هذا يسمى عدد نسبي الان او عدة جذرلى وعند يطلق من udahlk تحت الجذر مثلاً ها و الكده الالتراكوم هذا يطلع من تحت الجذر 7 في 7 تسعة وربعين أسميه عدد نسبي الجذر المية عشرة هذا عدد نسبي واللي ما يطلع ما أسميه غير نسبي فنأخذ أول مثال أولا جذر الخمسة وعشرين هذا شنوه مو يطلع خمسة شسميه عدد نسبي عدد نسبي مثل ما قلت لكم العداد النسبية اللي تطلع من تحت الجذر أما الغير النسبية اللي ما تطلع من تحت الجذر ثانيا جذر 7 الجذر 7 لما نريد أطلعه وأقسمه يطلع 2.6 إذن أقول شنوه هذا يعني مو مربع كامل إذن عدد غير نسبي إلا مربع كامل عدد غير نسبي ثلاثة صفر على جذر ثلاثة أي عدد بسطة صفر أو ذن هو صفر وإحنا قلنا الصفر ما دام البسط صفر إذن المقدار شنوه هو كله الصفر إذن هذا عدد نسبي لأنه هو عدد صحيح الصفر شنقول عدد نسبي ليش؟ لأنه عدد صحيح رابعا عدي جذر 16 على 25 طبعا هذا كله جذر لما نريد أطلعه من تحت الجذر جذر 16 أول مرة نوزع الجذر على البسط وعالمقام جذر 16 وجذر 25 زين جذر 16 جئت أربعة وجذر 25 خمسة إحنا مو قلنا إذا يطلع يسميه عدد نسبي إذن هذا شنوه؟ هذا عدد نسبي ليش؟ لأنطلع من تحت الجذر مربع كامل خامسا جذر 49 على 5 شوفوا مامتي راح نوزع البسط يعني البسط والمقام الجذر زين؟ الجذر 49 مو يطلع من تحت الجذر 7 والجذر الخمسة يوقع إذن هذا شنوه؟ عدد غير نسبي شي يقول؟ عدد غير نسبي لأنه عدد غير صحيح لو أعداد صحيحة شاكلت نسبي هذه خمسة سادسا عدي 30 على أربعة 30 على 30 على أربعة 30 على أربعة هذا عدد نسبي شون عرفته؟ لما نريد أقسمه راح يطلع لي 7.5 يعني نقسمه قسمة طويلة إذن هذا عدد منتهي يعني شنقول؟ عدد عشري إذن أقول عدد نسبي خلنا نعيد هذا عدد نسبي شون عرفته عدد نسبي؟ لما نريد أقسمه يطلع لي عدد منتهي يعني عشري ما دام عدد منتهي عشري يعني فاصلة خمسة إذن هذا يقول عدد نسبي سابعا سالب 6 3 على 2 هنا فيه وهنا زائد 2 فيه سالب 6 2 فيه 6 سالب 7.5 لما نريد أقسمه إذن راح يطلع لي 7.5 إذن هو عدد عشري إذن نقول عدد نسبي عدد نسبي لماذا؟ شوفوا سالب 8 و هذا لما نريد أقسمه طلع لي عدد 10 إذن هو عدد نسبي سابعا ثامنا عددي سالب سالب جذر 8 سالب جذر ثمانية هذا الجذر الثمانية ما يطلع من تحت الجذر هذا الجذر الثمانية ما يطلع من تحت الجذر إذن هو عدد غير نسبي عدد غير نسبي لأن إذا أريد أقسمه يطلع غير عشر غير منتهي هذه الفقرة الأولى اللي صنف العدد من حيث نسبي أو غير نسبي ها عيني لأقرب عشرة ثم أمثلها على مستقيم الأعداد عدي تاسعا عدي جذر اثنيا يقول لي قربة الجذر الثنيا الأكبر منه جذر أربعة هذا الجذر الثنيا وهذا شنوا؟ الجذر الثنيا والأصغر من عنده واحد زين نقول واحد هنا جذر اثنين هاي الأصغر منه واحد والأكبر من عنده أربعة إذن الاثنين أقرب للواحد وهو الأربعة للواحد إذن الواحد الأقرب من عنده تقريب مالتين نقول واحد فاصلة أربعة لما نريد أخليها على مستقيم الأعداد هنا عندي الصفر وهنا السالب يعني نقول سالب 2 وهنا سالب 1 وهنا الواحد وهنا الاثنين قلنا من الأقرب من عنده هنا الواحد والاثنين إذن هذا جذر 2 الاثنين أقرب للواحد دولار معة لا الواحد أقرب له هذه تاسعا قدرنا الآن نقول عاشرا سالب جذر 3 تقريب مالته سالب جذر 3 لما نريد أقدره اللي هو سالب جذر 3 لما نريد أقدره مثلا عندي لما أقدره الأكبر من عنده نقول لأما الواحد أو يعني أو سبعة أو واحد وستة هذا الأقرب من عنده لما نريد أقربه سوي على مستقيم الأعداد هنا نقول لنأخذ بس السالب طبعا هاي سالب سالب سبعة وهنا الصفر وهنا مثلا الواحد أو الاثنين إذن هو بين من؟ بين السالب السبعة وجذر 3 هنا إذن هذا سالب جذر 3 هاي عاشرا 11 جذر 6 على 25 الستة على جذر 25 نوزع الجذر على البسطة وعالمقام هذا جذر 25 إذن نقول 6 على 5 لما نريد أقدرها مثلا جذر 6 لما نقدرها الأكبر من عندها جذر 9 والأصغر من عندها جذر 4 يعني جذر الأربعة يعني جذر الأربعة قد يطلع اثنين وهنا جذر 6 تنزل وهنا لتسعة ثلاثة زين الستة أقرب للأربعة لأن الفرق بين الستة يعني الأربعة هو الاثنين فإذن يا هو الستة أقرب للأربعة أقسمها أقسمها أخليها على مستقيم الأعداد وبعدين نقسم لازم ستة على خمسة قسمة طويلة ستة على يمان نقسم ستة على خمسة أخذتها هاي الستة على خمسة يعني نقول إحنا قلنا الأقرب الستة أقرب للأربعة لأن الفرق بين الستة الأربعة والاثنين فش نقول نقول 2.4 على خمسة زين إحنا أي عدد يعني إذا البسط فارزة نشيل الفارزة ونخلي صفر يعني شصير 24 على 50 ونخليت الصفر الصفر خليتها بالبسط إذا عدي هنا يعني فارزة بالبسط أخلي بالمقام صفر وشيل الفارزة صارت 24 على 50 أريد أقسم 24 على 50 24 كم 50 ما بيه أخلي صفر وفارزة وهنا أخلي صفر 240 على 50 يعني نضم صفر منها يطلع بها أربعة أربعة في صفر صفر أربعة في خمسة عشرين هنا صفر وهنا أربعة وهنا هاي صفر أربعين كم خمسين ما بيه نخلي صفر أربعمية كم خمسين بيها ثمانية ثمانية في صفر صفر ثمانية في خمسة أربعين هنا صفر صفر النقطة إلى الدعش زي هس وين وصلت نقطة الاثنائش يقول لي رح أخذ بس بس الاثنائش يا بقالي اثنائش وختمة يعني خاطر لا يصير الفيديو طويل واحد وثمانين على تسعة واربعين قاية اللي قدريها زي أنا خدت السالب الثلاثة أخدت التسعة وخدت العشرة أي وخدت العشرة سtałت ули جذر 8 على تسعة واربعين جذر واحد وثمانين سوري على تسعة وثمانين هس جذر الواحد وثمانين كان يطلع من تحت الجذر تسعة وجذر التسعة وربعين السبعة زين يا والأقرب منعدها تسعة على سبعة نقسم ومرة تسعة على سبعة تسعة كم سبعة بيها واحد واحد في سبعة سبعة تسعة ناقص 7 2 تقسيم 7 ما بها خلي فارزة وهنا صفر 20 كم 7 بها 2 2 في 7 14 هنا 10 وهنا 1 10 ناقص 4 بها 6 6 كم 7 ما يصير 60 كم 7 بها 8 8 في 7 56 هنا 10 وهنا 5 إذن 4 إذن طلع الإشغال 1 و 28 أو 20 لما نريد أقربها لما نريد أقربها لأن الثمانية عدد ناجح يصير الثلاثة إذن 1 على ثلاثة نرسم على خط المستقيم الأعداد هنا الصفر وهنا سالب 1 وهنا الواحد وهنا الاثنين إذن بين من؟ بين الواحد وبين الاثنين هذا واحد ثلاثة نقول جذر 81 على 49 هاي عيني أخذت الفقرة الأولى والفقرة الثانية وإن شاء الله الفيديو اللاخ هنأخذ نبدي من 13 ولجوة وبالتوفيق يا ربه ترجمة نانسي قنقر